والحقيقة هاخد بس من كلام فاروق لأنه أنا لو عايز أعمل مشكلة كابتن عصام عبد الفتاح لو عايز يعمل مشكلة مش حي يعني مش حيفكر زي ما حصل يعني إيه كابتن سيد عبد الحفيز طلع إمبارع أو الأول إمبارع على ما أتذكر من كم يوم يعني مطش بترجد بعد المطش قال لك إيه قال لك إن محمد عادل يعني ما يعني ما بيحكم لناش ليه كابتن عصام نهاردة طاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل على فكرة ما فيش مشكلة مش هو ده القصد ولكن طبعا النية واضحة النية واضحة إنت لو عايز تعمل مشكلة يا رجل ما تعمل ما يحصلش كده ما تستنى أصبر أسبوعين ثلاثة وبعد كده بقى أعمل هات الكابتن محمد كابتن محمد عادل خلاص إحنا قلنا يا ما فيه قلنا حاجات كتيرة جدا جدا حصلت وموضوع الاحتواء والكلام ده كله ولكن يعني أنت مستني كابتن صاد عبد الحفيظ اللي أول من يومين ثلاثة بيقول إحنا عايزين الكابتن محمد عادل يحكم لنا هو الكابتن محمد عادل ما بيحكم لناش ليه تيجي النهاردة تحطله عشان الناس تحطله الكابتن محمد عادل أو موجود والناس بقى يقولك الأهلي بيحكم ويسمعوا الكلام الأهلي يا كابتن عصامه فيه كده في الدنيا على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده مش مش تخيلات الكلام اللي أنا بقوله ده خليهما يشربه ما عنديش طبعا إثبات على هذا الكلام ولكن تصدير مشاكل يعني بيحاول يصدر المشاكل وخلاص يعني فضل 16 مطشي للنادي الأهلي في الدوري اصبر مطشين ثلاثة يعني وبعد كده هاد الكابتن محمد عادل طبعا من حقه كرئيس لجنة الحكام أنه هو يختار من يريد أن يضعه حكما للساحة في أي مباراة هو عايزها ولكن أنا من يومين ثلاثة واحد طالع يقول كده النهاردة أعمل كده وأقول بقى خليهم طيب ماشي هنشوف بقى هيحصل إيه الفترة اللي جاي حضرتك بتصدر ضغط للحكام وضغط للنادي وضغط الجمهور النادي احنا مش فارق معنا بالمناسبة خلي بالحضرتك احنا ما بيفرقش معنا الكلام ده أنا كل اللي بيفرق معايا إن أنا محتاج العدالة جوه الملعب فقط لغير لو حضرتك هتديني العدالة مع كابتن محمد عادل مع كابتن عسام عبد الفتاح مع كابتن فلان الفلاني مع كابتن علان العلاني مش فارق معايا أنا اللي فارق معايا إن حضرتك تديني العدالة اللي تخليني أكسب بعدالة ولو اتغلبت اتغلب بعدالة ساعتها أنا وكل الناس وكل الإعلاميين الرياضيين اللي موجودين حيتكلمهم في إنه النادي القلي كان وحش المدير الفني ما عملش كذا 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 لكن التحكيم كان رائع بالمناسبة لو لقنا التحكيم رائع حنطلع نقول إن التحكيم كان جيد بعدين Moment بعدين يا كابتن عسام هو حضرتك هتقدم استقالة ولا مش هتقدم استقالة هو كلاتنبرغ هو ينفع المقدم يتكلم مع اللوى بناء على كلامك أو يدي أوامر لللوى ده بناء على كلامك مش كلام أنا حضرتك اللي قلت هذا الكلام مش أنا حضرتك اللي قلت لما عرفت إن كلاتنبرغ هو اللي جاي يطور الحكام في مصر حضرتك قلت هو ينفع المقدم يدي لللوى أوامر طب ايه نفهم ايه بقى من الكلام ده كابتر عصام لو سمحت احنا محتاجين ان احنا يتم تحقيق العدالة في كل المباريات التسعة اللي بتتلعب في كل اسبوع كل اسبوع محتاجين تحقيق العدالة من فضل حضرتك حقق العدالة لل 18 فريق فقط لغير هو ده اللي احنا عايزينه لكن بهذا الشكل وبهذا الاسلوب اعتقد حيكون عندنا مشاكل كتيرة جدا